سنذهب لأول نتابع أرعد دوري أبطال أوروبا ونرى أبرز الفرق التي وجهت بعض وأقوى المواجهات ونرجع نكمل مع حضراتكم نرى الأول مجموعة للعامل للعامل 16 F.C. Schalke 0-4 F.C. Schalke 0-4 F.C. Schalke 0-5 Wir haben sie, in grün Schalke also macht den Anfang und ganz königsblau guckt Wird es Juve, wird es Man City, Real Madrid, Barca oder doch PSG? Luis Garcia Waltet seines Amtes . 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 جيد الدايانا ليرой Sané التجربة التجربة المغيث هناك تتجربة الدايانا تعتقدم مع الجارات ان يجب أن يكون تدقوت مغيث هناك عدد وجه لالدايانا التجربة الرقم إلى مدارد الثانيانا الثانيانا مملك ل أن يتجد ل brauch الحقيقي بالماردف بررج masih аقميس من الشيك bagunut اهج إلى اعطا roses Levmileben لماذا يدفهم أخير مشاوه الشيك بالمدفت أعermان اصحاب المتعلقة لماذا فthwy لقد سيارة الضجئة الالغري سورنالدو وكل الإجابيات التي يمكنها الآن على المعارضة الماضية لذلك يمكنكم حقوق أعادة لذلك 6 شخص من المعارضة المعارضة سيحوا مشكلة لذلكي جديد سلعب مرينيو ومارده وراد مرات مرات الوضوحة ومارده فريسان جيلة ومارده جدا من مشاورة مع الجيل من المنشطات حيث مرات الوضوحة أصحاب العام بشاورة فريسان جيلة والإعجاب تتطوره سألت من معلومات ومترجم جيلة تارتنام هارتسبور يمكن أن يقوم بعمل جميع المنزلين وإن أبسي بارسلونا إنجلندا ده كان جزء من قرعة دوري الأبطال القرعة القوية جداً اللي هنتكلم عليها مع حضراتكم وهنقول لكم إيه المواجهات اللي إن شاء الله هتتلاعب في منتصف شهر فبراير القادم أبرز المواجهات اللي هتكون موجودة من خلال قرعة دور 16 هنعرض دام حضراتكم دلوقتي أبرز المواجهات ما بين الفرق المتأهلة من مرحلة المجموعات أول مباراة هتكون ما بين أفسي بورتو البرتغالي وإي إس روما الإيطالي مواجهة قوية جداً ومرتقبة لكنها مواجهة متوازنة المباراة التانية طبعاً ما بين الشباب آيكس أمستردام والبطل والملكي ريال مادريد المواجهة الثالثة بروسيا دورتنون بقيادة رويس زي ما حضراتكم شايفين وأيضاً كين كابتن ولا هداف فريط وطنهم ومواجهة أيضاً متوازنة جداً المواجهة القوية جداً والمرتقبة ولا أنا شايف إن هي مش محسومة وكل اللي احتمالت فيها وردة هيكون ما بين يوفانتس وما بين أتلاتكو مادري أما برشلونة هيكون في مواجهة قوية أمام أوليمبيك ليون الفريق العنيد والقوي ومانشستر سيتي في مواجهة سهلة بالنسب بيب جواريولا اللي كان موجود مع برايني ميونيخ وبالتالي عارف كل فرق ألمانيا اللي هو فريق شالكا وطبعاً شالكا بدأ موصل إلى دور 16 بالتالي يكون فريق قوي جداً وباريس سان جرمان وطبعاً المواجهة ما بين المال والتاريخ المال في باريس سان جرمان والتاريخ مع مانشستر يونايتد ومباراة تكون بقيادة فنية نرويجية بقيادة صاليس كاير أما أخيراً المباراة المرتقبة واللي كل مصر أكيد مستنياها بفارغ الصبر والشهرين دول هيعدوا علينا كأنهم سنتين باريس ميونيخ أمام فريق ليفر بول مواجهة قوية جداً بين الفريقين لكن بما أن نجمنا المصري بيلعب في فريق ليفر بول وهي مواجهة أمام فريق باريس ميونيخ فتعالوا نتكلم شوية على يورجين كلاب والمواجهات المباشرة أمام فريق باريس ميونيخ ونعرف أهم أرقام آخر مباراة جمعت ما بين باريس ميونيخ ويورجين كلاب كانت في 2013 في نهاي دوري الأبطال وانتهت بفوز باريس ميونيخ اتنين واحد في المباراة الشهيرة على ملعب وامبلي واللي آرين روبين قدر أنه يحقق هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة هنروح لأرقام يورجين كلاب أمام فريق باريس ميونيخ ونشوف الراجل ده لعب قدام باريس ميونيخ كم مباراة كسب قد إيه وتعادل في كم مباراة وخسر منهم كم مرة يورجين كلاب لعب تسعة وعشرين مباراة أمام فريق باريس في قيادة بروسيا دورتموند كسب في تسع مباريات وتعادل في أربعة وخسر في ستاشر لكن بروسيا دورتموند كان شيء وليفر بول هو شيء تاني آخر ليفر بول قوي جدا باريس ميونيخ معدل الأعمار اللي كان موجود فيها فريق باريس ميونيخ أو في الحقبة اللي كان ماسك فيها يورجين كلاب كانت مختلفة تماما كان فريق باريس قوي كان عنده تلات خطوط قوية جدا كان اللعيبة فيه معدل أعمار بنتكلم فيه منتصف العشرينات وبالتالي الوضع مختلف تماما أنا متفائل إن شاء الله خير للمباراة اللي جاية اللي هتكون ما بينهم لكن يورجين كلاب محتاج أنه هو يبدأ يقرر من دلوقتي ويشوف إيه البطولات اللي هيركز عليها هل هيركز في بطولة الدوري الإنجليزي وبطولة دوري الأبطال وهيهمي البطولتين الكاس ولا هيركز فيه الأربعة بطولات وإحنا عارفين إن صاحب بلين كذاب وفي الآخر ممكن ما يطولش ولا حاجة فيهم زي ما حصل السنة اللي فاتت فرط في بطولة الدوري أو يعني كان منافس جايت في بطولة الدوري خسر فيه بطولتين الكاس وكمان كان وصيف دوري الأبطال النسخة الأخيرة لكن أنا بتكلم إن البطولات في إنجلترا بطولات قوية بطولات كتيرة عندنا بطولة دوري بطولة قوية جدا زي ما احنا شايفين منشستا سيتي منافس قوي وملاحق قوي لفريق ليفر بول ليفر بول ماشي بشكل كويس مش عايزين نحسده بسم الله ما شاء الله عنده مباراة اليوم ساعة عشر أمام فريق وولفر هامتون وبالتالي هنشوف يا يورجون كلاب هنقدر إن إحنا الشهرين اللي جايين دول إن فريق ليفر بول يقدر إنه هو يحافظ على الصدارة وبالتالي لما نيجي لشهر اثنين وشهر فبراير يقدر إنه هو يركز في دوري الأبطال ويركز في مباراة البايرن ولا مباراة البايرن في شهر فبراير هتكون عائق يورجون كلاب وعلى فريق ليفر بول هتخليه ما يركزش في بطولة الدوري وممكن تأثر عليه بالسلم ده اللي احنا نشوف